شدد وزير الخارجية الأردني أيمد الصفدي ونظيره الفرنسي ستيفان سوزغنيي على موقف بلديهم الرافض بتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها وخلال رقاء ثنائي في عمان بحث الوزيرين جهود التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات وضمان حماية المدنيين على صعيد آخر أوضح الوزير الفرنسي أن بلاده لم توقف دعمها للأنروا لكن لم تتم بعد جدولة أي تمويل إضافي للأنروا للثلث الأول من هذا العام